اهلا بكم اولا طيب عارفين احنا هنتكلم على ايه في البداية ويمكن حتى النهاية بتاعة هذه الحلقة فقط احنا هنتكلم على الانتخابات الرئاسية لكن خليني اخدك كده على حاجة مهمة جدا انا اظنها الحقيقة هو مبروك لهذا الوطن شعبه ورئيسه لانه ده شعب يستحق هذا الوطن وده شعب ووطن يستحقه الرئيس ازاي شوف انا اقدر اقولك بمنتهى البساطة فيما يتعلق بالرئيس احنا كنا بنتكلم على مباراة ثقة لو صح التعبير الناس وثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وثقة يعني ايه لانه مين اللي ما يثقش في رجل انا اظن ان انا وصفته بالزعامة لا اظن انا عندي يقين ثلاث مرات في هذا البرنامج سابقا وقلت انه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رئيس الجمهورية هو فخامة الرئيس بالتعبير والمصطلح البروتوكولي وهو قائد لهذه البلاد هو القائد السياسي وهو القائد الاعلى لقوات المسلحة ده صحيح ده يقينا ده التوصيف الدستوري لمنصب فخامة الرئيس بس انا اتذكر ان انا قلتلكم تلكم الرئيس يخطو دون عمد لما تستطيع ان تطلق عليه الزعامة وما كانش هينفع اقولك الكلمتين دول خلال الاسابيع الماضية بتاعت الانتخابات ليه بقى؟ لانه انا اشوف انه الناس راحت اولا انتخبت ده بشكل عام ايا كان صوتها راح لمين من المرشحين الاربعة والناس انتخبت باغلبية عظيمة جدا كاسحة زي ما بيتقال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانه هم شافوا قدامهم زعيم ما شافوش قدامهم رئيس جمهورية وبس شافوا قدامهم زعيم طب ليه بتقول الكلام ده؟ اقولك لانه اللي حصل من يوم 7 اكتوبر على الاراضي الفلسطينية في غزة اخويا اللي كان بيحط لي البنزين قال لي انا انبسطت جدا والله الكلام ده حصل قال لي انا انبسطت جدا انك انت مصر تقول قولوا واكتبوا على الشاشات غزة فلسطين لانه بيحصل من حتة كتير جدا في الدنيا محاولة لتغيير هويتنا الثقافية وتصوراتنا السياسية عن قضايا المنطقة خد بالك فقلت له يعني ايه؟ قال لي لان هي غزة فلسطين هي مش غزة بس احنا بنتكلم عن الاراضي الفلسطينية فانا برجع بيك لان انت شافوا ده احتفلات في مدالة تحرير وفاير ووركس العب نارية باللغة العربية والحاجات اللطيفة دي الناس شافت قدامها زعيم اللي حصل في غزة من يوم سبعة اكتوبر حتى هذه اللحظة الناس شافت قدامها من يوم سبعة اكتوبر وحتى هذه اللحظة شافوا قدامهم مصر عارفين انتو القصيدة بتاعة مصر تتحدث عن نفسها هي كده الناس شافت قدامها موقف قيادي للدولة المصرية مصر تقود المنطقة لاجل قضية مركزية وهي قضياتنا المركزية جميعا ألا وهي قضية صراع العربي الصهيوني في المنطقة يبقى الناس شافت ايه من يوم سبعة اكتوبر بدأ عملية طوفان الاقصى من المقاومة الفلسطينية ثم رد غاشم غاشم وغشيم خد بالك ووحشي من الاحتلال شافوا مصر اشتغلت من يوم سبعة اكتوبر بموقف قيادي للمنطقة قيادي للمجموعة العربية والاسلامية مع كل تأديري للكل بس بالمناسبة هو ده جزء من الادوار الملقاة على عاتقنا ونتحمله كدولة ونحن سعداء جدا ومتشرفين ده دور متعب انك انت تبقى في الطليعة تبقى في القيادة تبقى في المقدمة فتتحمل مسئولية كل شيء لانك انت مطلوب منك تحل كل شيء فالناس شافت مصر بتتحرك قال لا وبعد شوية لقوا انه مواقف العالم بتتغير ولقوا انه رئيس الجمهورية القائد السياسي قائد الاعلى لقوات المسلحة الناس بتجيله من كل حد وصوب انهي ناس زعماء وقادة العالم جيله على القاهرة الرئيس لم يتحرك من مكانه الناس جات له على القاهرة جات له لان الموقف يستلزم ذلك الناس جات له هؤلاء القادة والزعماء والرؤساء والملوك والأمراء وما الى ذلك جولوا على القاهرة لانه الموقف يستلزم ذلك ولانه قيمة مصر وحجمها وطبيعتها وقدرها يستوجب ذلك فهنا شافوا قدامهم موقف زعامي مهول طب هل توقف الامر عند ذلك لا دا لقوا انه كتير جدا من هؤلاء الزعماء وتحديدا الاوروبيين كانوا في مربع بعيد تماما فيه ادانة للمقاومة وتأكيد على حق الاحتلال في وحشيته بدافع انه يدافع عن نفسه ومش حق الدفاع الشرع عن النفس اي كلام لقوا الناس بتتغير الله طيب فين رئيس مجلس ادارة العالم واشنطن دا بيكلم الرئيس هنعمل ايه دا فعلا اللحظ هنعمل ايه او بالادق هتعمل ايه هتحلها ازاي هتتصرف ازاي فده موقف زعامي مش بس قيادي مش بس رئاسي ده موقف زعامي مصر تعود مرة تانية لاحتلال موقعها الطبيعي في العالم مش بس في المنطقة اشتركوا في القناة